المسيرة دي أحلى حقاة كانت فيها ايه؟ أحلى فترة فيها كانت ايه؟ التجربة نفسها أنا من وانا صغير كان نفسي أن أنا كان عندي هدفين أن ألعب في منتخب مصر وأن أنا احترف والحمد لله أنا حققت اللي كنين التجربة بدايتها كانت صعبة شوية خارج من مصر رايح ألعب في الداري ببرتغالي بلد مختلفة لغة مختلفة أنا كنت طالع بأتكلم إنجليش بس هناك بالكلام ببرتغالي فشوية في شوية كده ولكن الفترة بتاعت ببرتغال دي كانت أحسن فترة أنت طلعت من مصر ونت عندك كم سنة؟ عشرين ورايح على واحد وعشرين عشرين سنة؟ روحت فين في البرتغال أول فرقة؟ روحت نسنا على المدارة طيب أنا فاهم إن اللي بيطلعوا في السن الصغير دوت للبرتغال الصغير مش فريق من الفرقة الكبيرة في البرتغال ما بيأخذوش فروس خالص تاريبا فروس بتبقى إليها جد فروس إليها إليها صحي كده؟ صحي ويقول لك إيه تم خليني ألعب في مصر ده ممكن لأخذ فروس في مصر أكتر؟ ده اللي حاصل دلوقتي ده اللي بيحصل دلوقتي؟ ده المختلف أنا كان هدف إن أنا عاوز أحترفه فأنا عاوز أحترف أنت تقبل بالوضع اللي أنت فيه وبعد كده لما تتطور تقدر تحقق فلوس كويسة في المسيرة بتاعتك كان هدفي كورة بحثة وإن أنا حقق حاجة أنا عاوز أوصلها عارف إن أنا ماسك في الحتة دي عشان عايزة أقول للناس كمان الجملة اللي أنت قلتها دي إن أنا عايزة أروح أحترف وبالتالي أنت لما روحت أول ما روحت المعاناة كان جزء منها اللغة اللغة إيه الجزء التاني؟ الجزء التاني أنت راح لوحدك في مكان هي التأقلم بيبقى على البيئة عموما في العادات في الحياة عموما تبقى مثلا إحنا خارجين من مصر هنا إحنا الدنيا على طول مفتوحة وكل الناس متاحة وتتعامل مع دا ومع دا حتى لو ناس متعرفهاش فبتطلع برة تلاقي لأ أجواء مختلفة الناس لها نظام مختلف دي كل حاجات إنت لما تتأقلم عليها بتاخد وقت أبقى لما تتأقلم على حاجة زي كيفية معاك أحسن بيت ومعاك أحسن عربية لما سفرت؟ لأ طبعا ولا كمعالة دا ولا دا ولا أحسن بيت ولا أحسن عربية؟ دا لا خالص وتعاد فين بقى وقتها أول ما سفرت؟ أهم سفرت عادت عند الوكيل بتاعي في البيت لحد عادت حوالي شهر لحد ما النادي جاب لشقة وأروحت عادت في الشقة دي وكانت بييدة عن النادي حوالي 25 ديئة تقريبا وما كانش معا عربية خالص فكنت بكلم صاحبت على طبعا الناس في الفرقة فكان فين لعيبة بطلع معهم بروح معهم بالعربية بارجع عارفت طريقي عارف ليه بس ألاك التفاصيل دي مهمة ليه أنه في شاب صغير بتبقى فاكرة أنه أي حد بيطلع من مصر على أوروبا هبت دولارات بقى واليورهات وإنت رايح تتنغنغ وإنت مش رايح تلعب كورة دي الفكرة غلط كمان إحنا خارجين يعني ما أصدش حاجة بالله أنا أقوله دا بس إحنا برضو خارجين من الدور من مصر فمش خارجين مثلا من أسبانيا ولا خارجين لا فإحنا الدوري مصري بالنسبة للفرق في الدوريات الأوروبية أنت طبيعي هتروح الترانسفير بتاعك مش هيبقى عالي السنري بتاعك برضو مش هيبقى عالي فدي حاجات مهمة اللعبة اللي خارجت من هنا يعني بدفع فيها فلوس كويسة لأنها كانت بتلعب منتخب بقالها فترة ووليها اسم والنادي طلب فيها فلوس كتيرة فبرضو لما راحوا برضو ما كانش يعني النجاحات مش كبيرة قوي لما أنا خارجت من ودي ديجلة أنا راضي كنت راضي طالع راضي بالله أنا هاخده وتمام ما فيش أي مشكلة دلوقتي لما الفلوس دي بتطارد على لعيبة هنا فاللعيبة هو أصلا قاعد في مصر هنا لما بيجي لعب مطشين كويسين بيتقال علي نجم وبياخد ملايين الملايين وبياخد ملايين وتلفزيونات وإعلانات والدنيا جميلة جدا وهو أصلا يعني عشان يطلع أوروبا موضوع أصلا أخد وقت موسيقى